اشتركوا في القناة عندنا نعين من القضاء القضاء العادي والقضاء الإداري القضاء العادي اللي هو القضاء المدني والدجاني والعمال والأسرة والقضاء المستعجل هذا الفرع والقضاء الجنائي فرع آخر في القضاء العادي بل القضايا العادي فيه خضاء مدني وقضاء جنائي القضاء المدني اللي هو بيشمل القضايا المدنية وقضايا الوسرة والقضايا المستعجلة القضايا التجارية والعمالية اما القضايا الجنائية زي ما انتم عارفين اللو الاوامر الجنائية والجنح والجنيات أما القضاء الإداري القضاء الإداري هو القضاء الذي يواجه القرارات سواء إيجابية أو سلمية التي تصدر جاهز الإدار يعني الدول يعني الدول طيب هل نتناول كل نوع من تلك الأنواع بخصوص كيفية وميعان الطعن في الأحكام السودرة منه نبدأ بالقضاء العادي القضاء العادي قلنا قضاء مدني وقضاء جناح القضاء المدني اللي هو القضايا المدنية القضايا المدنية يطعن على الأحكام في خلال الأدين وبيطعن في أنا عني صوتي أنا صوتي جاي بالتحرير في حكم السنة أه 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 يناشي ناكو السنة أستاذي أستاذي مواعيد مهم أه يعني لما نيجي نقول مسلا أن المحاكم الجزئية بنستأنف الأحكام السادرة منها أمام المحكمة الانتدائية بدوائر استئنافية في خلال أربعين يوم طيب نفصل أنه من الحكم غيابي غيابي يعني غيابي يعني يعني المدعى علي ما هو المدعى ما حضار شي لغضية الشطب المدعى ما حضار شي ولا جنسة من الجلسات في الدعم أو كان بيحضر وانقطع سير الخصومة ولم يحضر بعد تعجيل الخصومة من الانقطاع عشان كده واتبقوا خلي بالكم الكلام ده هنحتاجه وخلني حضار يبقى إمتى يكون الحكم غيابي إذا لم يحضر المدعى عليه أي جلسة من الجلسات وكمان لم يحضر أمام الخبرة إذا كانت الأغطاء راح الخبرة ولم يتقدم بأي وذكرات يبقى الحكم هنا غيابي أو أو كمان يعني المدعى الثلاثين لم يحضر في الجلسات بعد تعجيل الدعوة من الانقطاع تعجيل الدعوة من الانقطاع لو ما حضار شي أي جلسة ما يحصل أي بالحكم غيابي طيب معاد استقناف الحكم الغيابي هادي أرمعين يوم برضو بس من إمتى من تاريخ الإعلان خلوقوا الإعلان الصحيح المهمة بقى الإعلان الصحيح لمين للمحكوب عليه فيه في موطنه يعني الأرض فيه ناس على أحكام وبتعمل إعلانات ومش قادرة تأخذ صلة الفزيجة عشان تنقص الحكم ليه علشان يعلن في جهة الإدارة يعني فينك فرد ليه إعلان صحيفة الدعوة وإعلان الحكم يمكن بإعلان صحيفة الدعوة في جهة الإدارة تنعقد الخصومة تنعقد الخصومة جملة اعتراضية متى تنعقد الخصومة لماذا أنا شرحتها لك عشر مرات هناك فرق بي متى تبدأ الخصومة ومتى تنعقد الخصومة تبدأ الخصومة من تاريخ إدارة صحيفة ضد دعوة قلب كدام المحكمة طب إحنا حنطب رحيس نقول اهداني إن أعقد الخصومة دي بعد إيزنك حاضر أستاذ أنا بعد إيزنك حاضر يا أستاذ يا أستاذ إنت حدك فهم إحنا عايزين كلنا نفهم يبقى تبدأ الخصومة وتبدأ الخصومة إيمتها أنا بقول مهم جدا نسمع لأنه هو فيه بردو فيه قلوم فيه حاجات مهمة تبدأ الخصومة من تاريخ إيداع صحيفة الدعوة من تاريخ إيداع صحيفة الدعوة قلب كدام المحكمة أما تنعقد الخصومة من تاريخ الإعلان الصحيح شباعة ممكن نغلق فيه فيه هنا با ركزوا فيه هنا استسلام فيه هنا استسلام إيه هو الاستسلام في القضايا في القضايا الإخلال للتكرار يعني أننا بترفع دعوة إخلال عدم سادة الأجرة وثبت بالفعل أن المستأجب كان متأخرا في سداد مبلغ كذا وقام بسداده المحكمة تحكم برفض الدعوة ولكن يعتبر هذا الحكم سابقة في حقه سابقة فإذا تأخر مرة أخرى فإذا ما تأخر مرة أخرى إيه اللي يحصل بيتحقق في حق التكرار محامي شاطر كان هو ها الكلام اللي ماشي أن القصومة لا تلعقد إلا بالإعلان وإعلان يعني إيه أعلن الصحيفة أعلنت في جهة المدارة المحكمة تأجل لإعادة الإعلان لا تلعقد الخصومة إلا بإعادة الإعلان آه المستاجر هنا فقيق يعمل إيه مش يسدد يجي يسدد بقى قبل إعادة الإعلان يجي يسدد قبل إعادة الإعلان وبعدين محامي شاطر بقى عمل إيه طعب على الحكم النهائي بالنقص وهي أن المستاجر ينتفع ويستفيد بالعين وهو موجود فيها أما المالي أو الموجر يستفيد من القبرى فإذا كانت فإذا كانت القصومة لا تنعقد إلا بالإعلان إن هو إعلان وعادة إعلان في حالة الإعلان في جهة الإدارة دهماً يتوقع المستاجر السداد قبل العقاد الشكل وهذا ظلم تبين ولا يحقق التوازن بين الموجر والمستاجر بحكمة النقص لقيت الكلام ده فيه وجاه وبيحقق عدالة أحالة الدعوة إلى الهيئة العامة الهيئة العامة دي يعني إيه عارفين الهيئة العامة في محكمة النقص يعني يعني رؤساء كافة دوائر نقط الرؤساء بس كافة رؤساء دوائر نقط حضراتهم يقعدوا مع بعض وينقشوا هذا الموضوع ويطلعوا لنا يأما بمبدأ جديد يأما يرفضوا هذا الكلام ويعيدوا الدعوة مرة أخرى إلى معكمة النقص لتفصل فيها ف الهيئة العامة عملت إيه استحسنت هذا الكلام وقالت تنعقد الخصومة تنعقد مش تبدأ تنعقد الخصومة في دعوة الإخلاء للتكرار بمجرد إيداع صحيفة الدعوة قلم الجدان يعني وحدت بين بداية الخصومة وانعقدها ما اشترطت شي لانعقد الخصومة الإعلان في هذه الدعوة يبقى يعرفنا دعوة الإخلاء للتكرار لتكرار عدم هذا العجرة يبقى القاعدة أن الخصومة تبدأ تبدأ بمجرد إيداع صحيفة الدعوة قلم الجدان وتنعقد بالإعلان الصحيح إذا أعلن شخصه ما فيش عادة إعلان إذا أعلن في جاءة الإدارة أو مع أحد تابعيه المدام ابنه بنته أخوه أخته أبوه أمه أحد تابعيه الجنايم البواب ما الرجل يبقى المدام مثلا خذلك يبقى فيه عادة إعلان أما في الاستثناء في دعوة الإخلاء للتكرار عدم سلاة العجرة تبدأ الدعوة وتنعقد بمجرد إيداع صحيفة الدعوة قلم الجدان المحكم نرجع تاني لطرق الطعام قلنا طرق الطعام أربعين يوم من تاريخ الحكم الحضوري أم بالنسبة للحكم الغيابي أربعين يوم من تاريخ الإعلان الصحيح ونوهنا قلنا أن هناك فرق بينك إعلان الصحيفة وإعلان الحكم الحكم لا بد وأن يعلن فيه موطنه فيه محل إقامته مش مشكلة له لشخصه أو لأحد تابعين الأولاد أو أحد تابعين لكن لو في جهة الإدارة هنا لا يتحقق العلم اليقيني أقول لكم أحدث حاجة المسألة دية عملت مشكلة ليه؟ لأن بقى فيه ناس معها أحكام نهائية ونش قادرين يخلص صغة تنفيذية عشان ينفسه وبدأ برضو محميد شطار لو سمحت لو سمحت الصوت الصوت لو تكرمته فبدأ برضو محميد شطار الكلمة في الحكاية إيه؟ أحكامة النهائية قالت لا بد من العلم اليقيني فإذا ما كان الإعلان تم في جهة الإدارة والألم في جهة الإدارة ده بيعقبه إيه؟ إختار في خلال 24 ساعة وفق المادة 11 وخلوم رفعات فإذا كان المعلن إليه تسلب الإختار يبقى بقى فيه علم يقين إذن بتكلامه أحكامة النهائية إذا أثبت أنه عالم حتى ما هو عالم لما بعتره بالإختار مستلوم من سعي البريد قبلك يبقى عالم علم يقيني يبقى ليه علم صحيح كل يوم في جديد علشان كده احنا بقول لحضراتكم لابد من الاطلاع الدائم لأن كل يوم فيه جديد يبقى نحن نحن نقول لنا أن الطعن من الاستئلاف في خلال 40 يوم من تاريخ الحكم الحضوري أو 40 يوم من تاريخ الإعلان إعلان الحكم إعلاناً صحيحاً إلاناً أحيث 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 أنت إلاناً أحيث أنت أحيث يساة الطعب باللقط. على الاحكام الصادرة. من المحكمة الابتدائية. ووصفها محكمة استقنافية. يعني قضية مرفوعة امام محكمة جسئية. صدر فيها حكم. اللي صدر ضد الحكم استألفه. امام المحكمة الكلية. بدارة استقنافية. اصدرت حكمها يا كبان. هل يجوز الطعنة للنقضة على هذا الحكم? لا. ليه? لان الاحكام التي يجوز الطعنة عليها بطريق نحن وهو طريق استثنائي هي الاحكام الصادرة من المحكمة الاستقناف العالم. الاستقناف العالم. طيب. موعد الاستقناف بالنسبة للقضايا المدنية كلها واحدة. زي يقول انك تاربين يوم من تاريخ الحكم الحضوري او اربين يوم من تاريخ الاعلاني. طيب. نيجي على قضايا الاسرة. بعد الاستنابة هم هو ونفس الكلام. اربين يوم. برضو من الحكم الحضوري او اربين يوم من تاريخ الاعلاني. لكن في هنا برضو استثناء. هل كل احكام الاسرة تستعلم؟ حد من هنا يقولي. لا. مرابو علينا. انت متجوزة? اوه. طيب. حكم الخلعة لا يجوز استقنافه. بس ركزوا معايا. والاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية التي تقل عن خمس تلاف جنيه. احكام انتهائية لا يجوز استقنافه. طيب بعدين. الاحكام الانتهائية الانتهائية. يعني المحكمة الجزئية بتحكم فيها بصفة انتهائية. لا يجوز استقنافه. وحكم الخلعة. في الاسرة لا يجوز استقنافه. طيب اقدر الاحكام دي مش صحيحاته بقليل قليل قليل. في قانون المرافعة قال. استثناء. ايه? يا بوس. استقناف الاحكام الانتهائية. اللي هي اقيم خمس تلاف جنيه. فحالك ايه? ايه اذا كان الحب باطلا. او كان هناك مطلع في الاجراءات اثرة في الحب. اكتبه ده اكتبه مهم ايه? اكتبه. يبقى اذا الاحكام الانتهائية او الاحكام التي لا يجوز استقنافها. يمكن استقنافها? اه. بس في حالتين. واحد اذا كان الحب اللي باطلا. او كان هناك مطلع في الاجراءات اثرة في الحب. حالتين التسليم. طيب ها بانه دعوة مرفوعة على المحكمة الجزئية. وجددت جددت بعد الستين يوم. او الدعوة كانت موقوفة وعجلت بعد المواعيد الخانونية. والمحكمة ما قالتش حاجة في الموضوع ده مشت فيها. مش ده بطلا في الاجراءات? واثر في الحب. اه. يبقى اذا الاحكام التي لا يجوز استقنافها. استثناء يجوز استقنافها. اذا كان هناك بطلا في الحب او بطلا في الاجراءات اثرة في الحب. واوضيف. مع الاجراءات. ابراءات المحكمة. يعني الكلام ده هنروح له في ساعة الفرع التاني من القضاء العادي اللي هو الجنائي. واطلع الاجراءات محكمة. مش كده وليه? نعم. اذا استثناء يجوز. استثناء يجوز استقناف الاحكام التي لا يجوز استقنافها اذا كان الحق باطلا. او كان هناك بطلا في الاجراءات اثرة في الحكم. بس القانون اشترط حاجة با. جايز انت تبغك هيئت لك ان الحكم باطل. وجايزت بغك انت هيئت لك وعلمك ناقص شوية او انت بس عليك. واعتقدت ان هناك بطلا في الاجراءات. ولكن مفيش. فالمشالة مفيش. انا هدفعك كفالة. هدفعك كفالة. يمكن استثناء استقناف الاحكام التي لا يجوز استقنافا بشرط تقليل كفالة. فاذا قضي بعد قول الاستقناف او رفضه. سوطرة الكفالة. سوطرة الكفالة. ده برضو على شأن حد من الاستقنافات في الاستثنائية. الاستقنافات الاستثنائية. نحدي منها. المشابه عليك لازم كفالة. طيب. يبقى احنا الوقت اتكلمنا. كل ده بنتكلم في القضاء العادي. قرمين يوم. نتكلم حكم الحضور. او قرمين يوم. بالتاريخ الاعلان الصحيح. وقلنا ان في احكام لا يجوز استقنافها. وقلنا الاستثنائية اللي عليها وكيف تقارن. المحكام الابتدائية ليس لها احكام انتهائية. اكتر من اربعين الف مفتوحة. ميت مليون تريليون تفصيل فيها. ليس لها نصاب. ولكن هقول لكم برضو استثنائية. الدعاوة التي تقل قيمتها عن تسعين الف. القضايا المدني. انت طالب ثمانين الف سبعين الف. وصدر لك حكم من الاستيناف. حكم انهائي. يعني القضية مشت في اول درجة لها المحكامة كلية. ثم استقنف الحكم. والمحكامة حكمتها. الطلبات كانت اقل من تسعين الف. مش اللي اتحكم به. ايه اللي يحصل? لايه مصد طعنة بالنرحة. يبا الدعاوة التي تقل قيمتها عن تسعين الف. في القضايا المدني. لايه مصد طعنة عليها بالنرحة. لايه مصد طعنة عليها بالنرحة. مركزين? والله اولتاني. الاحكاء القضايا التي تقل قيمتها تسعين الف من تنازل. يعني لها رفعة الدعوة وبطل اقل من تسعين الف. اقل من تسعين الف. المحكامة مثل بخمسين. بعشرين. بعشرين. بعشرة. بخمسة. المحكامة المحكامة ايه؟ الطلبات بتاعتي كانت اقل من نسعين الف. يبقى لايه مصد طعن على المحكامة. اه. تبدأ القضايا البدن. محتاج انا لأ. اروح حتة تانية حالا ونرجع. تبقى الاحكام الجنائية. اللي من الغرامة. اقل من سيدنا الاهل اللي هيقوز مطاعنا على المحكامة. اذا كانت الجريمة. الظالم مش انها الحكم. تنصوا على عقوبة سالمة للحرية. او الغرامة. او الاسنين معا. ما فيش الشرط ده. لان العقوبة السالمة للحرية تجب هذا الشرط. حتى لو لم تحكم بقى المحكمة. يعني قضية القتل الخطأ. فيها حبس? اه. جوازي. وغرامة. المحكامة محكمتش بالحبس. القتل هو المصابة الخطأ. محكمتش بالحبس. حكمت بغرامة. من جنيه. هل يرفوز الطعن بالنقض عليها? اه. ليه? لأن هنا في عقوبة سالمة للحرية. يبقى مع وجود العقوبة السالمة للحرية يتراجع هذا الشرط. نبدأ تاني لانقضاء العاد. خلينا دايما انفكرين. اربعين يوم. من تاريخ الحكم الحضور. اربعين يوم. من تاريخ الآلام الصحيح. هناك احكام ليبوز الطعن عليها بالاستيناد. وهناك استثناءات. خلاص. الكلام محفوظ. اتحفظ. اوكي. وكلام ده اسلعة. القضايا المدنيين. والقضايا المصر. والعمليين. والعمليين. كان سابقا وقبل تعديل القانون. لكن انا مش عايز تنويب وقوله كلام سابق. انا عايز اللي موجود حاليا. وادي يا استاذ. طيب. بالنسبة للقضاء المستعجن. القضاء المستعجن. ايه القضاء المستعجن. ايه القضاء دائرة. كل محكمة. محكمة استئناف. محكمة قضاء مستعجن. او دايرة قضاء مستعجن. تبقى موجودة في دايرة كل محكمة استئناف. يعني محكمة استئناف القاهرة. اللي هي بتشمل محاكم القاهرة والجيزة. ها؟ لها محكمة قضاء المستعجن في آآ عبدين. اللي في عبدين. ربما في بعض دواير الاستئناف الأخرى. بتبقى محكمة القضاء المستعجن. دايرة ضمن الدواير الموجودة في المحكمة. ملهاش محكمة لوحدها. زي القاهرة. ايه اللي احنا بالقضاء المستعجن. هي المحكمة الغتي تختص بالقضايا ذات الطلبات المستعجلة. زي الطلبات المستعجلة. وعلشان كده عشان هي مستعجلة بتفصل في الدعاوة من ظاهر الأوراق. لا تتعمق في الموضوع. ولا يبوز نقاطيها أن يتفحص في الأوراق. أو يقيم تحقيق. لا. بيحكم في الدعوة من ظاهر الأوراق. طيب يعني هنسيبه كده الرجل ده من ظاهر الوراق وولينا كلمتين وأحكام. وحكم المستعجل والطبع. لا. ليه محكمة السناف. ليه محكمة السناف. الأحكام الصادرة من المحاكمة المستعجلة تستأنف أمام محكمة القضاء المستعجلة المستأنفة. أو مستأنف القضاء المستعجلة. طيب ما تستأنف في خلال الدين. كم؟ بربع ليه. بربع ليه. يبقى الأحكام المستعجلة تستأنف أمام دوايا استأنف القضاء المستعجلة في خلال خمسطاشر يوم. من تاريخي? لا. من تاريخ رفع الدعوة. ده العضية اخدت تلاتة انشهر ستة انشهر. حكمة 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 حكمة. ده. خلي بالكوا بقى خلي بالكوا خلي بالكوا. الأحكام الصادرة عن المحاكمة لا. الأحكام الصادرة عن أحكامة القضاء المستعجلة تستأنف في خلال خمسطاشر يوم. ما قلناش بقى الحضوري والغيابي لان القضايا المستعنى مربوهش اعادة اعلان مربوهش اعادة اعلان طب اقول لكم سر اقول لكم سر يعني خلي باتكم كل الكلام اللي بنقولوا النهاردة وكلام اللي اتقال فيما بعد الكلام ده هيكون موضع امتحان وزي ما قال مسكسين هنعمل الامتحانات مختلفة لان الدورة اللي فادت الامتحانات الصرابة فاضطرنا نغيرها يعني الامتحانات ظهر في مصر جميلة حتى امتحانات معهد المحامد معلش انا اعمل امتحانات لكل القوى لوحدها مختلفة على الاخرى وعدنا المادة العلمية كتيرة نقدر نحط عشرين تلاتين امتحان فاركزوا في اللي بنقولوا علشان الكلامنا كلها يبقى موضع امتحانات واحنا الهدف مش قصة امتحان الهدف انا عادي خليك تهتم وتعرف الاجراءات وتعرف المعلومات الخانونية لشكل صحيح بان ده هينفعك تماما في عملك جملة اعتراضية لازم تبقى موحيم اختار لازم تبقى موحيم شاطر ده مهنة حرة والمهنة الحرة عايزك اول حاجة الهانم تلبس تيير كويس في حشمة مش بانطلون مقطع لا عيني هذا لا يريد بمهنة المحامات انا شفت ده ومنعت الحقيقة بنتنا ان شفتها وقالت لها لا ما ينفعش هذه القضية محضرها وعلشان انا شفت الاول مرة اوه هتكي كده تاني انت شغال مع ايه كنتي محامل شغال معان عنفت بك هي جانس مع النفتة ايش ام لان ايه ربما لم ينصحها او يضع لها القواعد الزميل الاكبر التي تعمل بمتان يبقى اول حالة عندك عنوانك زيك الانطباع الاول الانطباع الاول ايه ايه الامانة اوه هتأخذ وصل الامانة بتعردني انت بيها لا لا ما هو هتكي كده تاني ايه الاتزام لازم تروح لمحكامة بدري عشان اغزية ما تشطيبش لازم تروح مكزبك في الموعيد عشان موكلتنا ينردوش ينتظروا كتير ويتدايبوا ما تعدش تحكي مع الموكل ما تخليش الموكل صاحبك هيأكل عليك في المساكة لا صاحبه وصاحبك برا المكتب لا انا بوقتني عمل بقود عليه اتعاب ورغم ان العمل بتاعنا لا يقدر باتعاب احنا عملنا شهر عملنا بدني وزهني بالنام نحلم حتى في اوقات رحلنا يارع الينا من لديهم المشاكل من اجل ان يتخففواهم منها ويحملوها لك ورغم ذلك تكون راضيا لانها رسالة لانها رسالة لانها رسالة معرفة لانها رسالة لانها من السر حول لا بتلاقة. يتنقوا زمان النغة. ما فيش حاجة بتيجي لوحدها. فيش حاجة بتيجي لوحدها. فعلشان تبقى محامشات وناجحة. لازم اللي هو الندر. الزين. مفرحش المحكمة. لا. لانت الموظف ايضا انا معك ازاي. لازم تخلي فرق بينك وبين? انا الاستاذ. وهو موظف. وده مش عين وده مش عين. بس كل حاجة اتخطي فيه مصابها. عندي علم. استطيع ان اقارع القاضي. لان انا رايح عندي اضيه او ادنين كن يوم. اراضي عنده ميت اضيه في الروم. اينا يكونوا اعلم. انا انا وعملت كل حاجة. وكمان انا هابد فلوس. عايز اكسر القاضية على شان يقول وكسر القاضية. والناس تجيه. وكمان احس ضميريا بان انا بانتحقل ان صحبه او منع ظلم عن حد. القاضي كما لو كان موظفا لديه صحيح هو منوط به تحقيق العدالة. ولكن القانون بل الدستور. قال في البدل الانت منمسين انك شريف لهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون. ولكن افرد لك انت وحدك. الدفاع عن حروق المواطنين وحرياتهم. لم يجعل ذلك للقارق. ولكن لعلهم للمحامل. لان المحامل رزال. دي كانت الجملة اعتباضية. قلنا مصدر اتنين تبقى انت نجحت مهنيا. ويزاكن. وعندك انتزام. وعندك امان. وعندك صدر. وبتقسب اضيارك. حافظ على صفتك كمحامل. اوعى تخسرها. زي ما نجد بست حسين في بداية المحامل. سادة الشراكة في اول سنة. لا تقترف اي عمل المشين. يهينك في صفتك. او يقنل من جأن نقابتك. المدة تغانية وتسعين. في قانون محمان. تقول الكلام له. وان لا تخالف قانون المحامل ولا تلاقحة النقاب. صحيح يا نساس حسين. اذهب فيما لكم من حقوق. وعشان يوم وضايا بتخير. ما اتكلمش اوفي. في بعض الالتزامات. محبش في البداية يعني. لا. انا مش عايز لما يبقى عندك مشكلة في المحكمة او في النيابة او في الاسم. الا ان تكون صاحب حق. في مصاحب حق. مش نروح لليك انت غطارك. ورايح عشان عارف ان انقابتك بطاب في ظهرك. رايح تكلم الظابط بشكل معين. تراح له احد بيته. تكلمه بشكل معين استفساسي واو الاخر. لا لا. بتكلم القاضي ازاي. بتكلمه كلمة ازاي. لا. احنا بمهنة المعاناة مهنة مختارة. ورسالة. يجب على روابها. ان لا يقلوا على ذلك. ويكونوا دائما اصحاب الحق. نعود إلى طور الطعبة. اللي بتدايق من الكلام. اللي حاسس ان الكلام تجيه اي حاجة مش عجبان. لو عايز يتفاضل يتفاضل. اللي حسي وبيستفيد. والكلام هو بيستفيد منه أهلا وسهلا بيه واحنا معكم ولو حبيته موعد لبكرة حتى هذا استثناء مش معنى فيه استثناء في القانون ها طيب الفرع التاني من القضاء العادي القضاء الجناني القضاء لا ما انا عملت كده قلت خمستاشر يوم من تاريخ الحب وليس هم حضوريا او غيابيا ليس هنا حضوريا او غيابيا يبقى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء المستعدل تستأنف امام محكمة القضاء المستعدل المستأنفة في خلال خمستاشر يوم من تاريخ الحب نعم احكم ايه? ايه احكمة تمزين? اي حكم صادر من القضاء المستعدل يستأنف في خلال خمستاشر يوم من تاريخ الحب نعم محكمة القضاء المستعدل تمام؟ اللي فيها استثناء بالنومة واللي ما فيهاش هي كده طيب طبعاً أنت مشناوين تشارهم حبيباً. هل نشطوبكم. الفرع الثاني من القضاء العدي هو القضاء الجنائي. القضاء الجنائي في أوامر جنائية وجنع وجنيات. الأمر الجنائية نعين. الأمر الجنائية الصادرة من النيابة يمكن طعن عليها بالمعارضة أمام القاضي المسيح. هنا تعتبر منحة. خلص. خذ سكت ورحة. أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي فرع. الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة يطعم عليها بالمعارضة أمام القاضي المسيح. ولما يصدر منه حب يستعنف. أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي لا يقع عليها بالمعارضة. وإنما بالاستئناج. وكما أن الاستئناج الطعن بالاستئناج له شكل يتتقدم بطلب لنيابة كولي. يتقدم بطلب لنيابة كولي. طيب. طيب. دي الأوامر الجنائية. أما الجنحة. تستعنف في خلال عشرة أيام. من تاريخ هناك في المستعجة نقول لك. إلا من تاريخ الحكم مسكتنا. هنا بقى في الجنائة. في الجنحة. معالي الاستئناج يمتع. عشرة أيام من تاريخ أو إيه داني. لا. عشرة أيام من تاريخ الحكم أو من تاريخ الحكم باعتبار المعرضة كأنم تكون. يعني كان عندك حكم غيابي ورحت عملت فيه معرضة وما حضرتش بكاتي. المحكمة بتدي ايه؟ اعتبار المعرضة كأنم تكون. أو إنت حضرت في المعرضة أو حضرت في الأضياء من الأول وصدر حكم. يبقى إذا معالي استئناف الجنحة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ اعتبار المعرضة كأنم تكون. تمام؟ تمام؟ طيب. الحد ما اللي حد فيكو هالإعلان. طب معاد المعرضة دي. ما؟ معاد المعرضة في الحكم كداني. المعارضة المعارضة؟ حد من الأسلزة؟ شب والله. معاد المعارضة في الحكم في الجنحة. احنا هلنا الكلام؟ معاد المعارضة في الجنحة؟ معاد المعارضة في الجنحة؟ في الحكم الديان. حكم الديان. حكم الديان. نعم فيه معادة. المعادة دي عشرة دياني. من إمتى؟ من تاريخ الاعلان لشخصه. من تاريخ الاعلان لشخصه. فما لم أعلمته في جهة الديان؟ هل ينفتح بهذا الإعلان لعادة تعلم المعارضة؟ لا. ما ينفتحش. إما معاد المعارضة عشرة ديان من تاريخ الاعلان لشخصه. أما معادة الاستنافة عشرة ديان من تاريخ الحكم أو اعتبار المعارضة كان لم تابه. تمام؟ طيب. الجنايات. بعد الاستنافة تحد ايه؟ نه؟ ملهج. مرمو عليك. يبقى الجنايات بيقضى فيها ما يقوم من ايه السلام؟ على درجة واحد. حقيقةً أن هناك المشروع أن يكون هناك استناف لجناياتك. ولكن لم يصدر حتى الآن؟ مرغو عليك. يبقى اذا في الجنايات؟ في الجنايات؟ يصدر الحق على درجة الوحيد ملاخي استهناف ملاخي استهناف طيب يبقى الأحكام الجنائية الأحكام الجنائية خلي بابكم فيه فروق احنا قلنا الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية قلنا أن في الأغاية المدنية الحكم الصادر من المحكمة الجزئية واستهدفناه من المحكمة الكلية ده لا يبقى استهدف على المقد أما بقى في اقتضاء الجنائية الحكم الصادر من المحكمة الكلية واصفها دايرة استيغافية يقطع العالم المقد دولة استهدفنا بالعاية ليه الأحكام الجنائية في قنح قنح مسألة ما فيهش محكمة كرية محكمة كدائية كدائية السينافية الأحكام الصادرة منها في المواد الجنائية يقطع العالم المقد بس بشأن إذا كان العقوبة في مدد الاتهاب العقوبة في مدد الاتهاب يعني أنا نازل متهم لأنه في يوم كذا عمل كذا تبقى للمادة كذا المادة ديت بتكلمني في عقوبة العقوبة ديزا ما كانش فيها حبس ما كانش فيها حبس وكانت العقوبة فيها أقل من سعينان جنيه مرأس 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 أما إذا كانت المادة فيها عقوبة مقيدة للحرية حتى لو لم تقضي بها المحكمة مرأس إيه لي حصل ليها حصل ليها طبعا يبقى إذا في القضاء الجنائي المرأس للأحكام الصادرة في الجنة والأحكام الصادرة في الجنة نعم نعم الشرطة حاضر إحنا قلنا القاعدة العامة القاعدة العامة إن الأحكام الذي قضت في دعاوة قيمتها أقل من سنوات بمئة دائم شطعا على الناس فلما إذا طبعا كلامك على الناس إذا كانت مادة الاتهاب مادة الاتهاب مش الحكم اللي صدق مادة الاتهاب لم تقرر عقوبة أو قررت عقوبة أقل من سنة ملاش ملاش يتعمل أما إذا كانت مادة الاتهاب فيها عقوبة مقيدة للحرية وأي أم كان الحكم اللي صدق ممكن يقولك مثلا الحبس سنك أو الغرامة التي لا تزيد عن 500 جنيه مثلا فجير القاعدة قالك لا تزيد عن 500 جنيه ولا تقل عن 200 جنيه حجم بدون 200 جنيه ونحجبش الحبس ينفع نعم؟ آه ينفع كثير من 5 مجال ولم تقلقوا ماسك كما قضية الأدلاء والإزالة ومصابة الفتر يبقى إذا في الجناه الأحكام الصادرة في المحكمة الجنح المستهنفة يضع على يار المرض والأحكام الصادرة في المحكمة الجناه يضع على يار المرض نعم. عالي حية جميلة والله. طب نفصلك بقى. نفصلك بقى ان حضرتك واحد. يعني لا. خليها وصل لأمان. خليها شيء. خليها كون حدارة. خليها صدى خطى. خليها اي حاجة. فيه مجنة عليه. وفيه متاهن. مش كده? المجنة عليه. خلي مجنة عليه. لا يصبح مدعي بالحق المدن اللي يجيزا ادعى مدنيا. ها. هل يعني خواعد ادعى قلوب مرافعات. ادعى مدن الجاملة. ادعى مدنيا خمسمائة جنيه. والمحكامة حكمت او رفضت. رفضت الداعى المدنيا. مدت براءة. مدت براءة المدهة. ورب الداعى المدنيا. هل يجموز للمدعي بالحق المدنيا. طبعا الحب ده معنها في الاستينام. هل يجموز للمدعي بالحق المدنيا عن يطعى المدنيا؟ لا. تحت ايه؟ ايه هما؟ اذا كان لم يدعي مدنيا في الدعوة؟ او كان الدعاء المدني في حدود المصاب الى انتهاء. عشان ايه نحن بنعمل يبقى؟ يقولون ان الدعي مدنيا بعشر تلاف واحد. خففت واحد؟ مش ما على الواحد يعني؟ والواحد ده زيادة. كان زمان اوي. كنتم هلتوا بقى؟ كل انداء مدني ايه؟ واحد وخمسين دنيا. هي الخضرون بقولنا خمسين. بعد كده بقى ٤٥٥٠. بقى ٢٠٠ وخمسين بقى ٥٠٠. بقى ٥٠٠ وواحد. دلوقتي بقولون ايه؟ عشان تلاف واحد. فانو انا مدعي مدني باقل من عشر تلاف واحد او مدعيش مدني في الماضيه ايبا لا يوجد لي القطع بالرض. مش كلا? امان. دا كان الفرع الثاني من القضاء العالمي. الفرع الاول القضاء المدنيه والفرع الثاني هو القضاء الجنائي. اتكلمنا بالنوان الجنائية واتكلمنا في الجنح وكلمنا في الجنائيات. بس يعني شيء? هدا كده دي مش عايز اعديها الا المنحطة. يقول اللي يعرف يقف يقول بصوت عالي كده. متى تنقضي الدعوة العمومية في الجنح? متى تنقضي الدعوة العمومية في الجنح? ماذا؟ ماذا؟ ماذا بك؟ شكرا؟ شكرا؟ نحن اتكلمنا في الموضوع ده؟ بيساء واتكلمنا بالفضل على الداعونية في القناة في المخالفات والجنايات في سقوط العقوبة اتكلمنا فيه أكثر من المحرم أكثر من المحرم ومش هنتكلم فيها مش هنتكلم فيها لأنه واضح هنا اني اه افتحنا اتكلمنا فيه بيه اتكلمنا فيه العقوبة تنقضي بمنحة ثلاث سنين وأول والاجواع اللي جفعت مقابل ايه وقلنا ان العقوبة تنقضي مش هاته الثلاث سنين بس من تنين قابل اجواع في الدعوة وهو اللي هي اسباب اللي انقضاء الدعوة والانقضاء المسومة الدعوة وقلنا وقلنا كمان بالنسبة ليه الزموت الرقوبة خمس سنين في الجناية وقلنا في الدور عسان وقلنا في الجناية برسة على كده وقلنا بيه تسناء في الوقت الرياضي مش هنتكلمين تاني ومش محاضر هيتكلمين تاني لأي تسناء في الجناية الأسان في الجناية انت تستمر عليك للي هتكلمين انت تستمر عليك يا معاق تلاج هو مدى دعوة مدربنا عمسلات وواحد يقول لك ابني المربود عليه وطرق الحب جمليه هداني يقول لك تعليق حق وعطاقه ده بالو ايه هل هو عقوبة ولا هو دعوة كل الفنة هتونا مرور الكرام. لا يمكن بعد إسنى حضرنا. عشان. بعد إسنى حضرنا. يا بيه دا واجه حالفينك واجع. باش باعد إسنى حضرنا. كمل في اللي انت حتتكلم. لكن مش هنتكلم في حاجة دي. اللي قلنا مش هنتكلم في اللي ما هيحصل. ولا هيحصل. فضل يا بيه تفضل. يا بيه تفضل. يا بيه تفضل. فضل اللي بيقيته عارفين يا بيه تفضل. انت مهمين كواس بيه تفضل. فيه ناس باهم كواس جدا. جدا جدا جدا. بعرفة إجراء صحة مية مية. وفي الناس بتيجي عشان تبشي. ملاش علاقة بحاجة. انت عادرتك فضل اللي بيه تفضل. يا بيه تفضل. الفرق اللي بيه. فضل يا الثالث. فضل يا الثالث. فضل. عايزي ليه? تقليجي الراجع باقى للمحاجة. لا لا. في الاخر اللي اللي عمي وسئلة يسأل السؤالنا بها. لا جداتك تسمي يوم اليومة. حاضر. 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 لأ. مشترضش. كمل. 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 كمل بقى في الدعوة المدنية. كامل في الدعوة المدنية شرح شرح في القضاء المدني خلاص يا أستاذ ساذا القضاء المدني القضاء المدني كان خلاص اتعرض طرق الطعب في القضاء شرح شرحنا طرق الطعب في القضاء المدني وشرحنا طرق الطعب في القضاء الجداني يبقى لدينا ترطع في القسم الثاني من القضاء المصري وهو القضاء قضاء مجلس الدول مجلس الدول مجلس الدول وهو قضاء الأسرة والعمقان والتجار والمستعجل وانا في القضاء الجنائي في الأوامر الجنائية وفي الغلح وفي الجنائي لما يبقى لدينا القضاء الجنائي هنا القضاء الجنائي هو القضاء الذي يواجه القرارات التي تصدر من الدول في تنظيم علاقة بين الأفراد والجمعات وبين الأفراد والجمعات والدول الأeden أعجب دائم القضاء الذي يعطل هل يحتو Zap were ept دائم ال字 أنواع من النهاء المحكمة الإدارية ومن unconscious السبب ومنoute الخ المحكمة الإدارية العلم طبعا الله مش محاولة الاختصاص لكن القضايا التي تقصد المحاكم الإدارية المحاكم الإدارية الأحكام الصادقة من المحاكم الإدارية هل تستأنف تستأنف أيها تستأنف أما من المحاكم القضاء الإداري بهذه أستأنف تستأنف في خلال الأحكام الصادقة من المحاكم الإدارية الأحكام الصادرة من محاكم الإدارية تستقنف أمام محاكم القضاء الإداري بهيئة استقنافية في خلال ستين يوم أما الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بصفتها محاكمة أول درجة بهيئة المحاكم الإداري مثل المحاكمة المسئية في القضاء المدني ومحاكمة القضاء الإداري مثل المحاكم الإمتدائي وطبعاً أحكامة الإدارية العليا تنظر محاكمة النقطة الأحكام الصادرة من محاكمة القضاء الإداري وطبعاً أحكام الصادرة من محاكمة القضاء الإداري بصفتها محاكمة استقنافية هذه الموزة الطعنة عليها أمام الدرجة العليا نحن هناك في المدني قلنا الأحكام الصادرة الأحكام المدنية الصادرة من محاكمة كلية من المحاكمة كلية بصفاتها دولة السينفية في المدني لا يضع على المدني بس في الجناء يقولنا الأحكام الصادرة من محاكمة الإداري بصفاتها دولة السينفية ويضع على المدني هنا بقى هذه الأحكام الصادرة من محاكمة القضاء الإداري ووصفها محاكمة التانية درجة ينبوز الطعنة عليها أمام الداري لهم؟ لا ولكن فيه استثناء استثناء ما هو استثناء؟ نعم ما هو استثناء؟ ما هو استثناء؟ ما هو استثناء؟ لا 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 هذه الأحكام ليستثناء ليست مطلنة في الحق ولا مطلنة في الإداري لا الأحكام استثناء من محاكم القضاء الإداري ووصفها محاكمة التانية درجة لا يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليم إلا من إلا من من غاية مفوض الدولة من غاية مفوض الدولة ولكن لا بهدف الوصول إلى قعدة أو مبدأ قانوني جديد من مفوض الدولة لا يجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليم وستثناء يموذ لهذه المفوض الدولة لا 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 إلا من هذه المفوض الدولة بهدف الوصول إلى مبدأ قانوني جديد نعم ممكن 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 يعني ايه هو انت عندك يعني ما فيه حاجات كده مناظرة بس الأهداف مختلفة يعني انت عندك حكم الأعدام مثلا حكم الأعدام إذا لم يضع المتهم عليه بالنقل قامت نيابة الله نيابة الله بالطعم عليه أمام محكمة النقل كل حاجة لنا سينا تقول ايه يعني هدف وأقيد الهدف سابق في القضايا الإداري يعني انت الحكم ده صادر منين صادر من محكمة محكمة القضايا الإداري وهي أستينافين يعني ما صادرهم محكمة كثيرة يعني محكمة الإدارية للصحة محكمة الإدارية لوزنة الفارغية محكمة الإدارية للتخليل محكمة الإدارية للتعليم محكمة الإدارية للتعليم أصدرت حكم لا أنا شعنيه من حكم استهنف له أمام القضايا الإداري القضايا الإداري إده حكم أمام القضايا الإداري إلى العليا بهدف الوصول إلى مدى القانوني جديد ولكن ده مش قاعدة يعني ايه؟ يعني مش معنى كده أن محكمة الإدارية العليا أهزين تقول لك خامل تيد بصفة إداري ونرى هل هذه المخوضة الدولة؟ كانت محقة؟ أم لا ليست محقة؟ ما تقول الأحكام تقول الأحكام تقول الأحكام تقول الأحكام والله أنت عندك الأحكام في القضاء الجنائي بتعرض على النيابة وبتعرض على النيابة بتقول ليه؟ ولها أن تستأنف بعض أحكام البراءة ولها أن لا تستأنفت أو تستأنف أحكام صدرت بالمخافة القروط أخبرك؟ خير يبقى مش لازم تطعن على كل الأحكام تطعن على الأحكام التي ترى فيها أنها يمكن أن تصل إلى عبد القروط الدولة ماذا؟ عندنا فضعة ثانية في القضاء الجنائي يقضي القضاء التقديلي للمحاكم التأديدية المحاكم تقديليه ماذا؟ الموظفين الموظفين الدولة الموظفين الدولة يحارب إلى المحكمة التأديدية ولكن المحكمة التأديدية تطعطي أحكاماً سريباً للحرية وإنما تعطي أحكاماً بالخصة أو بالتنزيل الدرجة أو بالتأخذ بيتها وإنما ترى المحكمة برضو يطعط على أحكاماً أمام التأديدية العالية في محكمة المبيعون. الموعيد باركو ستين يوم. باركو ستين يوم. يبقى في القضايا الإداري عندنا الإدارية. القضايا الإداري الإدارية العالية. التأديمية. التأديمية العالية. معادل الطعن ستين يوم. وانا شرحنا كل حالة من الحلاب في فروع القانون كامل. في حق عام شوال. أشكركم على حسن السماع. السلام عليكم.